اشتركوا في القناة وقف الحديث معنا في الحلقة السابقة عند قصة نبي الله هود عليه السلام وذكرنا أن هود عليه السلام كان أول نبي عربي بعثه الله عز وجل للبشرية وكان هود عليه السلام من نسل عاد وعاد من نسل إرم وإرم من نسل سام بن نوح عليه السلام وكانت هذه القبائل كلها طبعا تعيش في شبه الجزيرة العربية يعني مثلا قوم هود الذين هم قوم عاد وقوم ثمود الذين هم قوم صالح وفي اليمن كذلك كان العرب منتشرون في شبه الجزيرة العربية وذكرنا في الحلقة السابقة أن هود عليه السلام كان قد بعث إلى قومه في مكان اسمه الأحقاف قبل أن ندخل في هذا المكان بالنسبة للعرب الذين كانوا في شبه الجزيرة العربية يعني لا بأس أن نعرف المشاهد الكريم والمشاهدة بأقسام العرب العرب إخواني أخواتي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول تسمى أو يسمى العرب العاربة البائدة وهم من نسل سام بن نوح الذي قد جاء منه هود وثمود والعرب الذين عاشوا كذلك في شبه الجزيرة العربية هؤلاء العرب يسمون العرب العاربة البائدة لماذا؟ لأن الله قد أهلكهم كما يقول الله عز وجل فهل ترى لهم من باقية أن الله قد عذبهم ومح أثرهم كما حصل لقوم هود كما سنعرف بإذن الله وكما حصل لقوم صالح كما سنذكر بإذن الله لاحقا فهؤلاء هم العرب العاربة البائدة أي الذين لا ذكر لهم اليوم أو لا نسل لهم اليوم هذا القسم الأول القسم الثاني العرب العاربة الباقية وهم بعض القبائل مثل قبيلة قحطان وقبيلة جرهم الأولى وهاتين القبيلتين وغيرهما أيضا هم من نسل سام بن نوح يعني سام بن نوح كان له ذرية كثيرة منها النسل الذي جاء منه هود ومنها النسل الذي جاء منه قحطان وجرهم الذين عاشوا في اليمن وقحطان على فكرة يسمى في الكتب القديمة يقطان أو يقضان يسمى عند أهل الكتاب بهذا الأسم قحطان عاش في اليمن هو وقبيلة جرهم هذا القسم الثاني يسمى العرب العاربة الباقية القسم الثالث يسمى العرب العاربة وهم العرب العدنانيون الذين جاءوا من نسل إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام ونحن نعرف القصة التي حصلت مع إبراهيم وزوجته هاجر وابنه إسماعيل عندما جاء بهاجر وابنها إسماعيل وتركهم في مكة وذهب وتركهم بعد ذلك كبر إسماعيل وتزوج من قبيلة جرهم التي تعتبر من القسم الثاني من العرب العاربة الباقية تزوج منهم ثم أصبح نسل إسماعيل من العرب العاربة لأن إسماعيل عليه السلام لم يكن عربيا أصالة كان من نسل إبراهيم وإبراهيم كان يتكلم بالسريانية أو العبرانية في الشام لكن ذرية إسماعيل وكذلك إسماعيل عليه السلام كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول من نطق بالعربية يعني إسماعيل من العرب العاربة ونسل النبي عليه الصلاة والسلام كان من عدنان الذي هو من ذرية إسماعيل بل ونسل غالب العرب اليوم هو من قبيلة أو من نسل عدنان الذي يرجع نسبه إلى إسماعيل عليه السلام وقيل أن ثمة عرب موجودون اليوم من نسل قحطان الذي كان يعيش في اليمن وقيل طبعا هذا يقاويل كثيرة لكن نحن نذكر ما ذكره الرواة والمؤرخون وقيل أن قحطان أصلا هو من نسل إسماعيل عليه السلام معنى ذلك أن العرب اليوم كلهم من العرب العاربة هذه لم حمو جز عن العرب الذين كانوا في شبه الجزيرة العربية فهود عليه السلام كان من القسم الأول من العرب العاربة البائدة الذين لم يكن لهم نسل بعد ذلك فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله الحمد لله وبعد حياكم الله إخواني أخواتي عدنا إليكم بعد الفاصل ذكرنا قبل الفاصل لم حمو جز عن العرب الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية ومنهم هود عليه السلام فكان نبي الله هود من أوائل الأنبياء بل هو أول نبي عربي بعثه الله عز وجل للبشرية بعث الله هود بعد سنوات طويلة من وفاة نوح عليه السلام يعني قيل تقريبا عدد هذه السنوات تقريبا ألف سنة ألف سنة الشيطان طبعا يحاول مع البشر في إغوائهم واتباع سبيله وإشراكهم بربهم سبحانه وتعالى فدخل الشرك إلى قوم عاد وهم قوم هود عليه السلام بعد ذلك بعث الله عز وجل نبيه هود منهم وفيهم كما يقولون أي أنه رجل من نسبهم ويعرفون نسبه ويعرفون أمانته وصدقه ومكانته يعرفون يعني ليس رجلا غريبا إنما بعث الله عز وجل هودا من قبيلة عاد الذين يعرفونه فبعث الله عز وجل أخاهم هودا كما يقول الله عز وجل في كتابه إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى يعني عندما دخل الشرك في قبيلة عاد وكانوا يعبدون ثلاثة أصنام مشهورة الصنم الأول اسمه صمود والصنم الثاني اسمه صدى والصنم الثالث اسمه هرى كما طبعا يروى في الكتب القديمة هذه الثلاثة أصنام كانت موجودة في قبيلة عاد ويعبدها قوم عاد يعبدون هذه الأصنام التي طبعا سول الشيطان لهم عبادتها بعد سنوات طويلة من تسويفه وتسويله ووسوسته للناس واتباع خطواته وكما ذكرنا أخواني أخواتي سابقا لا تمشي في طريق الشيطان ولو خطوة واحدة الله عز وجل النهانة يا أخواني أخواتي عن اتباع خطوات الشيطان لم يقل لا تطيعوا الشيطان أو لا تتبعوا الشيطان إنما لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان كما ذكرت يا أخواني أخواتي سابقا من أفقه الخلق الذين خلقهم الله لكنه فقيه سوء ومن أعلى من الخلق لكنه عالم ظلاله فهو يزين للناس الباطن ويعني يسوغ لهم المعاصي والذنوب بل حتى يقعوا في شرك الله سبحانه وتعالى فهكذا وقع قوم هوت في عبادة هذه الأصنام الثلاثة صدى وصمود أو صمود كما يسمى وهرى أو هباء يسمى هذه الثلاثة أصنام كانت تعبد في قبيلة عاد فجاء نبيهم يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل يعني إخواني أخواتي لم يخلق الله سبحانه وتعالى الجنة ولا النار ولا بعث الرسل ولا أنزل الكتب إلا لقامة التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى أمره عظيم يا أخواني عندما نتكلم دائما وتسمعون في الخطب والدروس والمواعظ وهذه المقاطع المنتشرة الكلام عن التوحيد لأنه مهم يا أخواني لأن الذي يلقى الله سبحانه وتعالى وقلبه سالم من الشرك هذا يبشر كما يقولون بالجنة يعني كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من جاءني بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة التوحيد يا أخواني يمحو الذنوب محول بل يبدل السيئات حسنات كما في حديث البطاقة المشهور يعني يأتي رجل يوم القيامة بسجلات كثيرة كلها ذنوب ومعاصي ويأتي ببطاقة صغيرة فيها أو مكتوب فيها لا إله إلا الله فيقول الله عز وجل زنوا عمل عبدي وزنوا هذه البطاقة فكأن هذا الشخص يقول وما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات العظيمة فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم عند اليوم فتوزن هذه السجلات السوداء المليئة بالذنوب والمعاصي مقابل بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله لكن قال هذا الرجل وهو خالص من قلبه لا يشرك بربه أبدا يعني قلبه مفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى فتوضع هذه البطاقة أمام هذه السجلات فتطيش هذه السجلات يعني أن هذه البطاقة ترجح على هذه السجلات العظيمة فيدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى لذلك أمر التوحيد إخواني أخواتي مهم وعظيم جدا لذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرؤسل والأنبياء حتى يحققوا توحيده في هذه المعمورة لم تنتهي تفاصيل القصة سنتابعها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته